رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما طريق السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة سكوزين فاميلي يوم ان شاء الله نشترك معكم مائدة افطار للطيوف او العائلة هنحضروا ان شاء الله بسطيلات بالحود والسمك معمر وكذلك غدا نوجدو شربة السمك وواحد طويجين كي يجي الديد بسطف سمننا ان شاء الله هاد الوصفات للاعجاب ديلكم ونبدأوا ان شاء الله اولا غنبدأ بالحشوة ديال البسطيلة باش غنخليها ترتاح بالنسبة للعجين شاركت معكم عجين ديال البسطيلة شحن من مرة اتخلي لكم ان شاء الله اسفل حتى الفيديو هنا اخذيت البورو اه بالنسبة الاخت اللي سولتني على البورو اه كيفاش كيكون يعني الفرق ما بينو بين بصلال خدارية في اخير الفيديو اه غدرنا نوريكم الفرق ان شاء الله اه هنا صافيغي كان اه كان شحروا هذا البورو بش كي يولي اه الديد اي على النار هادئة صافيه هنا عندي اه الفطر الاسود قطعتوه كنا نرقدوه في المبارد وممكن نستغنو عليه قادروا نستعملو غي هاد الفطر ديال هاد الابيض هادا نقطعوه قطعوه هتا هوايا وهنا غنزيد الحمض المصير زدو دابا بش كي يلا يطلق مزيان ديك الحمضية ديالو صافيه من بعد ما طاحوا لي هادا يعني يدبلو هاد الفطر هنا غدا نستعمل معجون اه الفلفلة حمراء الفلفلة حمراء وكن اه يعني كنشويوها وكنتحنوها فقط ما في حتى شي حاجة صافيه طحنتها وهي باش غدا نتلدد لي هادا البسطيلة هادي او الى ما كانش عندكم ممكن استعملوا واحد شوية ديال صلصة اه الطماطن ولا تستعملو اي فلفلاكينة عندكم ماشي بطرورة الحمراء غيحنت الحمراء حلوة مدق ديالها حلوكة جي زوينة بس اه استعملت ملعقة ديال الكوركو شوية ديال الملح الفلفل حمراء وغنستعمل شوية ديال القصبر دابا وهنا هاد كيف شفتوا هاد توابل اللي وردكم اه لسانك بي هاهم وليس كان ندقهم غير في المهراز لانك اجي الماضقة دي كان نحس بذك الماضقة ديالهم مبقيتش كان نطحنهم للماضقة ديالهم كيجي اه ديال اطبع مني كان نكون بغين نوجد بحل شكل صلصة كان نجمع كل شي على حسب يعني لوش عندي الوقت ولا لا انا احساب في حتى تشحر لي اياه كل شي عاد غنضيف اه هنا شريت اه سمك ديال للوت بغيت ندير بيه واحد طويجين واخديت منو يعني ذاك اللخر دياله حتا هو اه ذاك اللخر ديال السمكة هو اللي غدا نستعملو في هاد هاد بسطيلة هاد صافي هنا حكيت شوية ديال زنجبيل والسمك ديال للوت هنا غيك يطيب وغي يطيب غدا نزول لي هالعدام ونقطع وقاطع يكونوا بينين شوية كبار هنا كنت نسيت فلفلة حارة بعد عدا ازتها تقدروا تزيدو السوداني اه الهريسة اني لابغيتو انا ما بقيتش لقيت هادك الفلفلة حارة هادك شي باش ما وجدتاش اما كان وجدها دائما بخلي اليكم ان شاء الله رابطي لا اسفل الفيديو وكن زيت شوية ديال الكروفات وهنا زيت شوية ديال التومة حتى الاخر صافي دا با وجدات صافي اكن زول المقلات وغدا نقطع كيف قلت ليكم آآ السمك وغدا نزول لي هالعدام الاجرب الله وكان سمك ديال كم فيه آآ في الشوك ما تستعملوش هالطريقة هادي يطيبو غيف الفران بلا حتى شي حاجة ومن بعد كتزيدوه الحشوة راه كي يبنن بالحشوة اناسا في غدا نجمع يعني البسطيلة ديالي من بعد بخليت الحشوة ديالي بردات مزيان غدا نجمع مغيب هالطريقة هادي سهلة ما عنديش الوقت باش طريقة اللي كنت وريتكم قبل غدا نخلي لكم ان شاء الله رابط دياله اسفل الفيديو فهي افضل آآ ولكن كتشدش فيها الوقت خاصني تلنا نجمعهم بحال شكل مسمنا عد كنعمرهم هنا اللاغي كن نجمعها هكذا يعني وحدة على وحدة كندهن زبدبيناتهم صافي وكن نجمع بحال شكل مسمنا وهنا كنت العجينة كنت عجنتها بكري خليتها ترخفعت بزاف جاتني سعيبة شوية وغدا نستفهم في واحد اللاطة وندخلهم الفرن درجة دي الحرارة ديالو ميتين ومن بعد ملي كيطيبوك ننزل واحد شوية درجة دي الحرارة حتى كيطيبوهم زيان من بره من الداخل وكيكون هدا هو شكل نهائي ديالهم جاول دادين بزاف منه ان شاء الله تجربوهم وساهلين هنا عندو زو باش نوجدو الطبق ديال هاد الحوتة تحعدو انا هكذا تراسيتهم هكذا باش تخليهم شرمولة بالنسبة لشرمولة غدا نستعمل فيها هني شوية ديال القصفر مقطع وغدا نزيد ليه هنيا الترخون الى ما كانش عندكم مش مشكل قدره تستغنوا عليه يعني يغيك تزيدو شوية في كيميا ديال القصفر وصافي ماشي ضروري ايه وراء المطاق ديالو كيجيزوين بزاف في الاسماك نقدر نزيدو ازير في بلاستو حتى هو كنقطعوه قطاع صغيرة حتى هو لما كانش مش مشكل قدر نستغنوا عليه هنا غنزيد فلفلة اه حمراء وغنزيد شوية ديال التومة شوية ديال كوركم وهنا غنزيد زعطرة هاد الحوت هادا كنت بغيت ان طيبو من دفون في الملح ولكن مقلياش في الوقت لانك ياخذ الوقت هذك ديال ديال الملحة صافي هنا زيت زعطرة زيت شوية ديال الملحة وغنزيد شوية ديال زيت الزيتون وهنا اه بالنسبة اللي تكنستعمل هاد كيف قيت ليكم يعني اللي اه العصير اللي كي يطلق داك الحامض لمصير الى ما كانش عندكم ماشي مشكي تستعملوا حامضة يعني نصف حامضة مصيرة تكون مطحونة وهنا غنزيد شوية ديال زنجبيل الطري صافي وغدا نشرمل يعني الحوت ديالي شرمولة عادية لكي تجي معي مع اي ثمك صافي كنحاول ندخل اه ممكن زيدول اه يعني اه تزيدول هاد الشرمولة هادي تزيدول هاد زيتون مطحون الى كان زيتون عادكم ما مارش تزيدوا واحد جزوج مع لقتها كده الزيتون كزيدة تلدد لنا الاسمك صافي كنشرمل مزيان اه يعني الحوت ديالي ومن بعد داك شي اللي بقالية على يعني على الشرمولة غنزيدو باش غدا نوجد الحشوة بالنسبة للحشوة انا غزتعمل شعرية يعني ديال السفة يعني شي مراي لكي نعدكم اه وزدتوها كشعرية كتيرة خلي واحد شو يديرو في الكونجراتو وتقدرس جبدو تعمرو به مشي مشكلة انا وخما كان نجمدش مزي بزاف ولكن بحلاتي ملكي بقالية كان نديرو في الكورجلاتو وكنحاول نستعملو بسرعة كتلفوغي في بورقة طهي وعاد كتديرو في البلاستيك اه هناكي فتشفتو زد شوية ديال كخوفة مقطع وشوية ديال فلفلاء حمراء وفلفلاء خضراء عفوا نقول فلفلاء اه اللي في اللون البرتوقالي ماشي خضراء خضراء ما استعملتهاش ففي عمرت بهم هاد الحوت هادا كيف شدو وغدا نغطي وندخلو الفرن ساخين درجة ديال حرارة ديالو تكون مئة وثمانين يطيبوغي على خاطرهم ففي من بعد ما وجدو قدمتو على هاد طريقة هادي من بعد ان شاء الله في الفيديو الماجي غدا نشرح لكم ان شاء الله يعني باش رافقتو اهنا اه بالنسبة البورو هو هادا بالفرنسية البواغو وهادا والبصلاخ الدارية هي هادي يعني كيتشاب هو في المنظر ولكن بصلاخ الدارية صغيرة والبورو كبير ومعندهش نفس المعداق صافي وبالنسبة الاخت حتى هي اللي تلبط مني باش نوريها كيفاش كنقشر الفطر كنقشرو انا بهالطريقة هادي اه كيلي ما كيقشروش كيلي عيكي مسحو بالسوبالان كيستاملو انا كنفضل نقشرو نقشرو بهالطريقة هادي وممكن يعني توصلي حتى للنص عا تقشري ولكن انا كان هادي هي طريقتي كان بغن نقشرو هاكدا كنا نرتاح يعني مني كنقشرو بالطريقة مني كنزول قاع الغبرة لانا يلغسلناه كيشرب الماء وكيطلق لينا الماء مني كي بدون شحرو بكشي باش غير كنقشرو هاكدا باش ميجيكمش الفيديو الطويل قسمتو ان شاء الله قريبا غدا نتشارك معاكم الى بقري الوقت اليوم ان شاء الله ندير لي المونتج ونشاركو معاكم اتمنى ان شاء الله اعجبوكم الوصفة اليوم وتجربوهم ترضوا علي الخبار كيف العادة وكنشكركم بزاف الاخوات اللي بعتوا لي بصور تطبيقات اليوم وكنشكركم بالسفل التعليق اليوم لجازيكم الف خير وتقبلوا الله منا ومنكم الصيام والقيام والى فيديو القادم ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله جزونا نجونا نجونا و شكرا شكرا